موسيقى أول مرة شغلة جديدة وفي عليها أقبال والمكان حلو وزينة كتير حلوة ويعتبر شغلات جديدة أنه نحن يكون لدينا من النون وحتى الكواخي الشبيع عملت حركة حلوة كتير مثل ما قلت بين عيد الفصح ورمضان سوق رمضان سوق أكثر من رائع وبيعطينا انتشار وبيخلي الناس تجي تشوفها الحرف الحلوة اللي صعب تشوفها بأي مكان تاني إنه هي حرف منفردة مجاركتنا نحن نعمل حلويات كنافة بجبنة الكنافة بجبنة هي عبارة عن أكل غريبة عن أهل الشام لأنهم متعودين يأكلوا كنافة بأشطاء أو كنافة نابلسية نعمل هاي الكنافة تتألف من بصمة وجبنة وطبعاً أطر وما أطر وهي بشغلها فالكنافة هدي نحن منعملها منقلبها على الوشين منسويها على الوش الأول منرجع منقلبها منعملها على الوش الثاني هاي أول مشاركة للي طبعاً هون بس بشارك بازارات تاني وكذا بعمل أصاور هاندميت كله شغلي وكذا وهيك يعني تقريباً أول حدا بسوريا بيعمل هايك هدون القصاص أنا بعمل شغلات هاندميت وهنا كلهم يدوي بيكونوا بنقدر نعمل أسماء عليه هون أو صور أو الشي اللي بدون إياه بيهدوها إذا واحد مسافر مثلاً بيقدر يعطيها هديئة لحده تاني كثير حلو كثير العالم متشجعين على هاد الاليفنت الحلو حتى عم يدعموا إنه العمال هاندميت وهيك فحركة كثير حلوة بهذا الوقت ملنا سندول عجائب الشغلة قديمة كانت موجودة واختفت لفترة معينة وهلأ رجعنا إنه نزلناه وشاركناه فيه طبعاً ضمن التقاليد القديمة حاولنا نعمل الستايل تبع الكوخ على الشي الأديم النماط هاي الكعكة الموجودة الحمد لله يعني مشاركة حلوة ويعني أعملنا نواكب شي جديد إن شاء الله بخلال اللي مرينا فيه يعني هذا اليفنت هو هيك شي مرجع كل الأشياء اللي كانت بالشام القديمة يعني الأكلات وكذا والشام الروح اللي فيها اللي ما أنا موجودة بولا مكان فحبينا نرجع هيك هي الكعكة اللي هي مفهودة يعني نرجع نرجع هدول التقوص الحلوة طبعاً دي مشكلة ما أحدا عنده إياها هلا نحن صراحة مبسوطين كيف إنه خلاص رجعت الحياة لسوريا عم نحاوي نرجع نمبسط كلنا نعمل شي نفيد بعضنا نعمل القصص الجديدة رجع شغلات الأديمة ترجع سوريا متل ما كانت قبل يعني كلنا متمنى إنه ترجع سوريا متل ما كانت قبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة